اشتركوا في القناة لازم تهدي لازم تهدي لازم تهدي دي العلاقات السعودية لازم تستحمل لا ده انا بكلمك على ده مطش تافه انا بقولك على حدودك ده الناس بتحرب بعضها اكتب مقالة بكرة يا دكتور فهد قول للامير خالد بن سلطان اتركوا الحدود السعودية ومدياش اليمنين يا اخ لا لا المقارنة خاضعة ده بيحربوا بعض لو كنا ربطنا حل القضية الارض المصرية بالارض الفلسطرية كان زمان يا سيد ساعدين ها حماس خلصت يا حبيبي قولك لا لسه بس في عشرة وقتهم مراجعة لك ايا فتح قولك بس اصلي في واحد حمساوي مش عارف ايه لا فعلا فعلا الناس دي تستحق يقينا وحقا وصدقا ما يحدث لها وربنا لها او ايات في القرآن بتتكلم عن الموضوع ده احنا نستحق عارف الناس دي تستحق اللي بيجرالها والله المقالة بتاع سيد سلاح منتصر انا توقفت عندها لما قالك انا ازهقت وقرفت فعلا عنده حق انه يزق ويعرف الناس دي تستحق اللي هي فيه وتستحق اللي هي تنتهي والخواجة الاسرائيلي سلام يا عمي انا بقولك بكل غل نفسي بكرة الجزائريين يتنكدوا ان شاء الله ان هذا الغرور والصلف الجزائري والاستفزاز والمبهام بالقوة والاخرم دقاني جدا نفسي من الجزائريين يخسروا علشان ان شاء الله قادر ربنا يكسر هذا الغرور وابناء الفرعنة ان شاء الله يسعدوا من خلال المنتخب الجزائري من خلاله وقادر كريم يا رب بكرة بالليل بكرة بالليل زي الساعة الثمانية الماتش ربك يعمل حاجة كبيرة كبيرة نفسي يتنكدوا شوية نفسي يتهزوا شوية نفسي يبقى عندهم مشكلة يعني بلاتنا مش هاي صعب احد بشكل عام انا ببعبش مع المنتخب التونسي شو بقى انا محدد قوي طب تصدق عشان انت ببسافر تونس بتسلك يا استاذ احمد من دلوقتي هيك عندك رحلة تونس ببتناخد من دلوقتي لا اتعارف التواصل لما شجعه كنت في وارس انا انا حب اوزارك بعد دلوقتي لا 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 عشان لما تروح تونس بايب ومدخلوكش في المطار ان شاء الله انا بشجع مصر بس بقول في نفس الوقت العرب يعني لما تونس تلعه في شرق اخرى احنا نشجع احنا مصريين يا اخي نحب نشجع الناس احنا غير اي دولة تانية احنا بنحب نشجع يا اخي انت كنت بشجع كاميرون يفكاس العالم وكنت في وارو يفكاس العالم برضو انا بشجع مصر لغاية الاخر ومش هشجع تونس ويا احمد حاجاتك دي ارجوك مش عشان رحلة لتونس تبيع بلدك يا اخي بلدك يا اخو من مصر بس انا عايز اقولك ان في نفس الاسوشياتي بريس هنا ساعة المطش يا تامر ولا واحد عربي بيشجع مصر ولا واحد عربي بيشجع مصر